بغداد مراسلنا تاريخ ماهر أهلا بك تاريخ دعني ربما أبدأ أولا بالأجواء في بغداد يعني احتفالات بسبب لرفع الحضر رغم استمرار عمال العنف في العاصمة نعم سفيان حالة من الارتياح والفرح التي تعم أرجاء العاصمة بغداد التي استقبل أهلها هذا القرار بالتفاؤل الحذر كونه يحد من القيود التي كبلت حريتهم وكذلك قيدت حركتهم خلال أكثر من عقد مضى ناهيك عن النتائج الإيجابية المتوقعة في ملف الأمن والاقتصاد لا سيما بعد عودة الحياة إلى ليل العاصمة لكن المفارقة في أن أغلب من التقيناهم من سكان العاصمة بغداد اعتبروا قرار رفع حضر التجوال أكثر أهمية حتى من قرار تشكيل الحكومة العراقية السادسة التي يترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي نعم تاريخ ماذا عن كانت هناك أخبار حول استرجاع لمصفات بيجي هل من أخبار لديك حول هذا الموضوع العملية العسكرية التي تتحدث عنها مصادر في قيادة عمليات صلاح الدين مستمرة منذ فجر يوم أمس وهي متواصلة لحد الآن بتقدم وحدات من الجيش العراقي تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين في عمق قضاء بيجي وهو القضاء الذي يوصف بالستراتيجي كونه يحتضن أكبر مصافي البلاد النفطية فضلا عن تقدم القوات العراقية في محورين في ناحية الصينية التي تقع إلى الغرب من قضاء بيجي وهي أيضا تحتضن مصفات نفطية أخرى وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من استعادتها وهناك اشتباكات متقطعة على حد وصف ضباط ميدانيين في الجيش العراقي تدور الآن بين جيش العراقي المدعوم بأبناء عشائر الجبور من جهة وبين مسلحي تنظيم الدولة الذين يحاولون السيطرة على مواقعهم فيما يواصل الجيش العراقي محاولاته للتقدم لإحكام سيطرته على كامل هذه الناحية التي توصف بأنها مجاورة لقضاء الشرقات الذي يجاور محافظة الموصل من جهة الشمال نعم تارق ماذا عن الخلاف النفطي مع كردستان العراق هل ثبت فعلا أن الإقليم تجاوز الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية وهل من تبعات لذلك هل ستكون هناك إجراءات ضد الإقليم بالإضافة إلى الوثائق دعني نشير سفيان إلى أن الوثائق التي تسلمتها الحكومة العراقية بشكل مباشر من وزير الطاقة التركي تانر يلدز والتي تؤكد بأن الإقليم يصدر أكثر من 500 ألف برميل يوميا قد تم تأكيدها عبر مصدر كردي ويبدو أن الخلافات الكردية الكردية داخل الإقليم كردستان هي ما أفضت إلى الكشف عن هذه الأرقام التي وصفت بأنها حقيقية لكنها غير معلنة على حد وصف نواب لجنة الطاقة في البرلمان العراقي هذه الأرقام التي كشفت عنها الوثائق تتحدث عن تصدير إقليم كردستان العراق لأكثر من 500 ألف برميل نفط يوميا عبر شبكة أنابيب النفط العراقية وعبر خط جيهان تركيا وهو المصدر الرئيسي أو الأنبوب الرئيسي لتصدير نفط العراق بواقع محطتين الأولى من كركوك بتصدير أكثر من 400 ألف برميل نفط يوميا بينما يتم تصدير 150 ألف برميل أخرى من إقليم كردستان العراق بالتأكيد هذه المعلومات التي وصفت بأنها موثقة على حد وصف نواب من لجنة الطاقة العراقية أثارت استياء مجلس الوزراء العراقي الذي يبدو أن الوزراء من كلا الطائفتين من الشيعة والسنة يحاولون التوصل إلى اتفاق بتشكيل لجنة تحقيقية يرأسها وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي للتحقيق في هذه الأرقام التي تقول المصادر أنها إذا ثبتت فعليا عبر هذا التحقيق فإنها ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النفطي بين أقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد هل من ردود فعل من قبل الأقليم حول الموضوع سفيان الأقليم وعبر نوابه الذين تحدثنا إليهم عبر الهاتف يؤكدون بأن هذه الأرقام غير حقيقية وهم يتحججون بأن هناك عقبات وصفوها بالفنية هي ما تعيق محاولات الأقليم لتصدير أكثر من 150 ألف برميل نفط يوميا بينما تتحدث المصادر في وزارة النفط العراقية وكما ذكرت عبر مصادر كردية في هذه الوزارة وتحديدا وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع الوكيل معتصم أكرم حسن المحسوب على حزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس جلال طلباني هذا المسؤول الرفيع المستوى أكد بأن أقليم كردستان العراق قد تجاوز وقد خالف على حد قوله بنود الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد بتصديره لضعف النسبة المتفق عليها دون علم الحكومة العراقية التي تؤكد مصادر في وزارة النفط بأن بغداد لم تتسلم منذ شهرين سنتا واحدا من إرادات النفط الكردي الذي يتم تصديره عبر شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية شكرا لك تارق ماهر كنت معنا من بغداد